سلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير انتو ما تشوفوا هاد الفيديو الروتين تحفيزي يعني بديتو معاكم من صباح حتى المساء يعني بالتفصيل الموميل يعني وشدرت برا وشدرت في الدار مع هاد الجوة عرمضان وبالمناسبة فقط حبيت نقولكم باللي الحوان تراهم فتحوا يعني مفتحوش كامل بصح فتحو شوية وربيرفع لنا هاد الواباء اول حاجة نط صباح خرجت نقضي شوي حويج هنا كنت نعطي لكم في الفلون يعني لي ملقاوش فلون نوارة راح يلقاو هاد الفلون يعني وفيه ساشي داخلت على كارامل وكين هاداك الفلون تعليس هاشي راهو كيما نوارة بالذات يعني سي كيف كيف هنا راح تبشنا نشري شوي حويج يعني غير الامور ضرورية فقط قلت عليها ما نخرجكمش معايا تبدلوا شوي لروتين تبدلوا شوي لجو وتشوفوا شوي تنحيوا شوي على خاطركم هنا كنت نحوس على كروكات السامك يعني مداويين قاضيين حاجة غير جوي استقليهم وتحطيهم معا سالاد ولا للأسف شديد ملقيتهم شو بيسكي تهزوا بي كثرة واللي تعرفون يتبعوا في خنشلا ماذا بكم تخليلي في التعليقات هما عبارة على دي كروكات هكفيهم ليزي بيس مداويين هو جوغ سامك مي مرحي وفيه ليزي بيس ومرولي هيكا في واحد العود هكا وهنا رح تبش نشري ليزي بيس حبيت نقولكم فقط يعني ليحب الماكلة التاحة تخرج لذي week بنينا وغبسكة يرسمة كامل في ليزي بيس تشري هناية هذا المعطيرات هنقولون لهم الوايح هما هيو ليزي بيس اسمهم عايشة علي حابة الميكلة التاحة تخرج البنة التاحة ولا أرواح وثانيا حلوة تخرج حلوة كلا حسن تشري هاد ليزي بيس تجربة خلطة الدجاج نحتاجها للدجاج وهنا نموت على المنظفات سوف نقضي نحب غير نكتشف هذا البرودوي من بين هذا البرودوي المنظفات المنظفات المشرب المنظفات المنظفات وانتظر من قنوة ونظرون فيها المشاهدة 15 ألف يعني بالنسبة لبنات التي تريدون ان يسقسون على الأسعار سأقول لكم وما تقول لكم فقرأني تريد أن تقول لكم في قلب الفيديو ولا تقولون لين جاء المحل و هذا الحانوت وستمتعد وقتبان هذا المجال مقبل شامي أستد شامي تقليل المسمن يسكنون في خنشلة و هذا المسمن ليس لديه فقط يجب أن يجبون بشكل صحير يقومون بشكل صحير يجبون من الصحير و يجبون أن يجبون حاجة ثقيلة يشربوا هذا المسمن فيه 10 ب 20 ألف أما هذه والعجينة لا أعجبت لماذا ترى بشكل صحيح و لم ننصحها هذا الرشتة مصنعة لا ننصحها أما في هذا العطور يعني الروائح المنزل و لعطر الجو يجبون لفورس إكسبرس الخوزامة البرودوية التي تجدونها في الدار تجدون بشكل صحيح الخوزامة و ثاني تجد البرتقال ثاني مليح ننصح بعطر فورس إكسبرس للخوزامة يمد ريحة ولا أروع للمنزل و تبقى ريحته يعني تبقى يتشمي فيه و كما قلت لكم هذا سيوبيارات هذي جاية مقابل أسطاد شامي بالنسبة لبنات اللي يعرفوها راكم تعرفوها كامل هذا السيوبيارات للمونوبري هذا هنا بعد مروحة للدار و بلاسيت الحوائج اللي شريتهم هنا شريت هذا الجبن اللي نحبه بزاف يعني عنده قوز سبيسيال خير من خير من جبن طالي هذك الأصفر اللي بيدون بتاعه أصفر خي تقولوا البيدون ولا غلط هذا الفخومج هذا مليح تشيزي خير من الآخر بسك هذا نحتاجه اللي سالي يعني اللي حابه دير دي سالي شكل تاعه سيقار و شريت هذا و دارو فيهم بروموسيون نحتاجهم للتحليا او لا راح نعم بعض راح نميكسيهم المهم هنا بعد ما فرزت اللي حابه اجتاعي كروحت لي شريتهم شريت غير أمور الضرورية و ثاني هذك شوكولات أوبلا مليح أخر من ماكسون هنا بعد ما روحت و فرزت لهذك القضية اللي شريتها و بلاسيت كل حاجة في بلاستها قولت حلاش ماندير شميناج للدار يعني هنا قبل ما توصل ثلاثة تلعشية او لا هنا كنت قاعدة ندير ميناج قولت خلي برد شوية الدار و تكون شوية نقية و نضيفها و نشمع هذك الريحة و العطر هذك كما قلت لكم انا استخدم غير العطر تاع الخوزامة حتى في ساني بون استخدم غير عطر تاع الخوزامة و سيوي الشريت وهو جربوه مان في الملابس نستخدم العطر تاع الملابس تاع الخوزامة راهو يتبع غير بديمي اللي حابه تشريه في ساشي هيكا تانيلون اسمو فورس اكسبرس ملطف الملابس تسمى تشلي به هنا بعد ما كملت سيقت و نتوايت الدنيا هنا باش نشف هنا كما راكم تشوفو ساني بون لاني استخدم فيه هو هذا يمد وحدة الريحة ولا ارواع كملت نتوايت الدار و نشفت و بلاسيت كل حاجة في بلاستها يعني لي تابي هذوك اللي يجيو في الارض و مسحت شوية للحيات و بعدها باش نروح نكمل واجباتي المنزلية هنا راني حاسها باللي راني توتو بسيون يعني برا دار المهم اني نقتل هذك الوقت تاع السيام و ما نحسش بلوتون و في نفس الوقت نحس نفسي باللي راني سايمة يعني كيت ناضي بكري و تقضي يعني الامر اللي عندك و الواجبات اللي عندك و القضية اللي عندك يعني سواء في الدار و لا في البرا المهم تحسي باللي ركي سايمة مية سابرة على هذك السيام ان شاء الله يا ربي نكمل رمضان بالخير و الرحمة و المغفرة و التسامح بين بعضنا لبعض وهذا ما كان وهنايا بعد ما كملت حتتلي تابي هذو كلي عندي كامل باش نكمل خدمتي اللي بقاتلي ولا بليتو باش نروح للكوزينة و نكمل وش عندي من الخدمة هنايا بعد ما كملت هذك الميناش و قلت قبل ما ندخل كوزينة بسك ما زال الحال على الكوزينة و على الوصفات و على باش نبدأ هذوك في الإبداعات هذوك قلت خلي نروح نمسح الغبار على بيبليوتك هنا برك حبيت نقول لكم بللي هاد البرودويل يارا كون تشوفوا فيه هذا خدمته بيدي يعني هذا صنع منزلي هنا برك باش نحي به الغبار اما هذا الثاني بوليش شريتو هذا البوليش بش حال شريتو و شريتو بعشر الاف هذا البوليش اللي نجتيه ريحت و ريحت ليسانس و اللي كنا نمسح به نحسط روحي هذك و يسبغت لببليوتك على خلاف الفورس إكسبرس يعني يموزي الغبار من فورس إكسبرس من يجب ليش بزاف مالقري هذي كلامار كراهيم ليحابل بزاف ما انا يعجب لي هذا البسيط خير اهنا بديت الناحي الغبار هذك اللي عندي بهاذ البرودويل يخدمته في الدار بوش متكون هذ البرودويل يخدمته في المنزل انا درت فيه كاس خل و كاس زيت و رجيتهم كامل في هذيك البخخة اللي عندي استحفظت عليها مرميتهاش و امسحت به قبل ما ندير لاكوش ثانيا هذك البوليش اللي شريته وبعدها دخلت للكوزينة بعد ما كملت الغبرة دخلت للمطبخ حبيت نعطي لكم واحد الآلة من المشتريات اللي ما نعطي لكم شو من قبل ما جاء الوقت اللي نعطي لكم هي هذا الروبو الروبو هذا ينحي لك الدمار وين ما كان يعني اي حاجة حابة تطحنها في هذا الروبو رح يعاونك اول حاجة الحجم تاعو كبير يعني الابوات تاعو تطحن لك اذا تحبي صدر دجاج اذا تحبي طومات يعني طماتهم البصلة هاي باينا حي يطحنهم وفي هذي البوتون واحد واثنين هذيك اللي مرسم فيها رقم واحد هذيك رح ترحيلك يعني المكون تاعك رح ترحيهولك تردهولك غبرة يعني اذا درتي خبز ولا طومات ولا درتي بصل ولا ثوم ولا مام هذك الفلفل الاحمر رح تردهولك بودر اما البوتون الثانية اللي مرسم فيها اثنان هذيك رح تديرلك يعني الخالط تاعك رح تديرهولك خشين شوية وما هوش مطحون بزاف بعدها درت الطاجين حلو اللي راكم شوفو فيه على طريقتنا رح نخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف اذا حابين تشوفوها والان الثاني نخليها لكم في اول تعليق التحت في التعليقات وهنا يادرت البيتزا والعاجين تلك اللي راكم شوفو فيها ثاني رح نخلي لكم الوصفة في صندوق الوصف رح نخليها لكم التحت في التعليقات ومعها ثاني وصفة المايوناز هذه اللي راكم تشوفو فيها يعني مايوناز منزلي وطريقة تاعه سهلة 100% وما تحسيش انه مخدوم في المنزل مهم الزيت مايستهلكش بزاف الزيت بارابور الوصفات تاع المايوناز اللي شفتها من قبل هذا الشكل تاعه النهائي هنا قبل مايقود يرتاحه هنا يجوست كملته من هذا من الخالط حطيته في هاد في هاد الغامكان وحطيته يبرد شوية وبعدها هادو مشترياتي اللي حبيت نشارككم بيها واللي بلك حابين تشوفو البعض منها هنا هاد المناشف بما انو المحلات فتحوا ونقدرون نشرب شوية مناشف نقدرون نشرب شوية حبايج كوزينا بسك قبل كنا في ديوبية عرمضان اروزمو عندنا شوية ترشونات شوية اللي تغشو مخبيين استخدمناهم ميكي خورش تصدفوني هاد المناشف شريتهم وهاذي الخضر عادرتها البوتاجي بش نمس حبيها البوتاجي اما هاذي خلط الدجاج اللي قدتلكم عليها قبيلة اللي قدتلكم اذا تحبيو تشريو اي حاجة تفوحة اي روايح شريو عايشة وزبي بش نعود بيه تاجين اه انكا خلاس لي ولا وهاذو الكاسرول اللي شريتهم هاذو هايلين هاذو كامل شريتهم ملحانوت مقابلة باطيمات ديكا اللي حابة تروح تشريم عنده راهو فاتح المحل التاعو وشريت هاذ اللي بوغتمانجي اللي عجبوا لي بزاف وتقدري تسخني فيهم في الميكرو وانت هنا اه فيهم وقيلها خمسة او لا وكتشوفوهم معي انا خيرت اللون هذا وكين لون برتقالي وكين لون اصفر هاذو اه ضد الحرارة يعني تقدري تسخني فيهم في الفوق في الميكرو وانت يعني وين ما بغيتي تقدري ما متحطيهم فوق الفورنو وبشرط انه يكون الفورنو تاعك ناقص احنا شريت هاذو ونرمال ما فيهم اربعة هذا هو الشكل نهائي التاحهم وهكا نكون وصلنا نهاية لفيديو حبيباتي انتمنى يكون اعجبكم مع السلامة في فيديو اخر